السلام عليكم. في ناس كتير على القناة بتقول لي انا عايز حاجة اكسب بها خمسة دولار بسرعة عايز حاجة اكسب بها عشرة دولار بسرعة في تلات ايام في يومين. آآ عايز حاجة بسرعة مش هتاخد وقت كتير علشان محتاجها ضروري. ففي الفيديو ده هجيب لك موقعين هتكسب منهم ما يعادل الخمسة دولار يوميا لو اشتغلت عليهم كويس. هتكسب من هم الخمسة دولار يوميا دول آآ يعني بشغل خفيف جدا وبشغل سهل جدا وهوريك ازاي دلوقتي تكسبهم. خليكوا معنا بعد الانترو اشرح لك كل حاجة بالتفصيل. اهلا بكم مرة تانية يا شباب. مبدئيا كده احب اه اعتذلكو على تأخيري في عمل الفيديو ده. احنا بقى ان اسبوع تقريبا ما عملناش اي فيديو او ما عملناش اي شرح. آآ ده كان بضغط عندي ضغط في الايام دي آآ يعني دراسة وبعض الحاجات. يعني ممكن نتأخر في الفيديوهات اللي جاية شوية. آآ ولكن بعد ما يعدي اسبوعين ان شاء الله هنرجع آآ نزبط الفيديوهات وهنكون كل يومين فيديو زي الاول. طيب خلينا نخش في شرحنا النهاردة. شرحنا النهاردة جايب لكم موقعين هتكسبوا منهم دي المبتدئين. هتكسبوا منهم آآ مبالغ كويسة آآ يوميا اللي هي خمسة دولار من خمسة دولار لعشرة دولار يوميا على حسب شغلك في الموقع. زائد استراتيجية لو انتم عايزين في استراتيجية عندي لو انت عملتها على المواقع دي هتكسب منها اكتر من ميت دولار بس الاستراتيجية دي هنزلها على حسب طرابات حضرتكم لو قلتولي تحت في الكومنتات عايزينها هبقى نزلها لكم. طيب خلينا نخش الموقع ونبدأ نعرف احنا نشتغل ازاي في المواقع دي. دعا نخش على اول موقع واول موقع معنا اسمه الموقع دي في ناس كتيرة عارفاها بس برضو اللي غريب جدا ان في ناس كتيرة جدا لقيتها مش عارفاها. الناس دي يعني بيقولوا لي انا عايز اكسب عشرة دولار في تلاتة ايام عايز اكسب مش عارف ايه في يومين آآ يعني المفروض على طول عايز يروح يكسب مبلغ كده بسيط في يوم يومين عشان عايزه في حاجة ضرورية يروح على المواقع دي من غير ما يسأل حد ومن غير ما يعمل اي حاجة يروح على المواقع دي ويبدأ يشتغل فيها. طيب اللي ما يعرفش المواقع المواقع دي هيبدأ يشتغل فيها ازاي? المواقع دي سهلة جدا والتسجيل فيها سهل جدا. بس انا هوريكو دروقات ازاي نسجل في الموقع عشان في ناس كتيرة هتقول انت لازم تشرح التسجيل وكذا. طيب اول ما هتفتح الرابط اللي في المدونة اللي انا هسيبهه لك تحت في هيظهر لك الصفحة دي كده. كل اللي عليك تعمله انتك هتيجي على علشان تبدأ تعمل تسجيل دخول او آآ تسجيل منبر جديد. طيب احنا فتحت معنا الصفحة دي. آآ كويس انه بيظهر لنا مشاكل علشان نعرف نحلها ازاي? علشان محدش يظهر له مشكلة واحدة وما يعرفش يحلها. هنا بيقول لك ايه يعني هياخد هيبدأ ياخد تسجيل على يوم خمستاشر اللي هو بعد بكرة. يعني بعد بكرة تقدر تسجل في الموقع ده عادي. الموقع ده ليه? بيقول لك كده? بيقول لك كده علشان الموقع ده عليه ضغط يومي كتير جدا والناس كتيرة بتسجل فيه. وده الحلو فيه ان عليه طلب كتير جدا. بس عموما هشرح لكم التسجيل برضو في الموقع التاني علشان لو نشوفه فاتح. خلينا ننزل دي ونبدأ نشرح بس الموقع من جوة علشان بعد بنسجل نشوف احنا هنشتغل ازاي في الموقع ده وهنكسب خلوس منه ازاي. زي ما انتم شايفين انا عندي هنا خمسين سنت او نص دولار آآ واللي هيسجل من اللينك اللي في المدونة تحت هياخد برضو نص دولار هدية. طيب الموقع ده عبارة عن ايه? او بيشتغل ازاي? هنا بيقول لك انك تعمل مهام بسيطة وهتاخد عليها مبلغ آآ مالي او مبلغ بالدولار. طيب المهام دي بتبقى عبارة عن ايه? بتبقى عبارة عن تسجيل آآ مشاهدة فيديو على اليوتيوب عمل لايك على اليوتيوب عمل شير آآ مسلا تعمل شير لبوست آآ تاخد الفيديو ده وتنشره على الفيسبوك تنشره على تنشره على اي وسيلة التواصل آآ وهكزا. واحنا دلوقتي هنشوف ايه اللي ممكن نعمل. او ممكن تنزيل برامج ويعني في حاجات كتيرة ممكن تكسب منها مبالغ كويسة. احنا كنا ده نفس الفكرة بتاعت المواقع الروسية اللي احنا شرحناها اللي كسبت منها اربعين دولار اربعين اه اربعين روبل وردهم لحركه. خلينا الاول نشرح الموقع ده وهنشوف ايه الخدمات اللي عليها. هنا بيقول لك هتفرج على اليوتيوب وهتعمل فولو على تويتر آآ وهتعمل على تويتر وعلى اليوتيوب برضو هتاخد تمانية هنا هتقول لك بيقول لك هتعمل بس هتعمل تسجيل دخول على موقع وهتاخد تلاتين سن وهنا هتعمل ده عرض هتاخد عليه خمسة وعشرين سنت يعني ربع دولار وهنا بيقول لك هتنزل برنامج وتسطبه هتاخد عليه عشرين سنت وعندك هنا عروض كتيرة جدا جدا جدا. طيب العروض دي بيبقى فيها ساعات عروض صعبة. يعني عندك ده آآ ده بواحد دولار واتنين سنت. هنا بيقول لك ساين يعني هنا بيقول لك قعد اشتغل على موقع بعد ما تعمل ساينب او بعد ما تسجل فيه. آآ جمع كل يوم تلاتين دولار ومش عارف ايه. يعني ده بيعمل اعلان موقع وفي نفس الوقت هو بيكسب فلوس. طيب آآ العروض دي في منها بيبقى صعب وفي منها بيبقى سهل وسهل يتعمل. احنا نجيب السهل ازاي? يعني ايه الحاجات اللي ممكن سهلة نعملها? اللي هي تنزل البرنامج? او آآ تتفرج على الفيديو على اليوتيوب? او تعمل شير لاي حاجة? فكل اللي عليك تعمله هتيجي هنا. هتيجي هنا في السيرش وهتكتب مسلا يوتيوب. وهتدوس انت. هيجيب لك كل عروض اليوتيوب. زي ما انتم شايفين عروض اليوتيوب هنا كتير جدا انت ممكن تجمع منها بس اتنين دولار اتنين دولار ونصف تلاتة دولار في الصفحة دي بس من اليوتيوب. لكن لو كتبت كمان كلمة شير هيزهر لك شير بقى على الحاجات هيزهر لك عروض كتيرة جدا وتقدر تكسبنا. طيب العروض دي هنكسبها ازاي? هيجي يقول لك هنا مسلا يقول لك انت هنا هتعمل لايك وهتعمل شير وهتاخد اربعة آآ اربعة سنت من الدولار. خلينا ندوس على العرض ده كده ونشوف ممكن نعمله ازاي? هيفتح لك صفحة جديدة كده وهيفضل يحمل شوية على ما يفتح لك صفحة العرض زي ما انتم شايفين فتح الصفحة دي. فيه ناس هتقول لك ايه الكلام ده ده بكله كلام انا مش فاهم حاجة ومش هارف اعمل حاجة. الكلام سهل جدا. هنا رقم واحد بيديك اللينك بتاع الحاجة اللي انت هتروح بيجيبها. يقول لك افتح اللينك ده. بيقول لك خش على المكان ده وتفرج على الفيديو كامل. بيقول لك اعمل للفيديو. واعمل شير لوسلتين تواصل اجتماعي. يعني انت ممكن تعمله شير على وتعمل شير على مسلا حساب فيسبوك انت مش محتاجه. وآآ بس كيف بيقول لك ما تعملش شير على الواتساب او الفايبر. الفايبر والواتساب آآ ما ينفعش تعمل شير عليهم علشان ما بيجيبوش عائد كويس مشاهداتي يعني. فهو بيقول لك ما تعملش شير على الحاجتين دول. وهو هنا محتاج ايه بيقول لك آآ ادي له لينك في آآ على الحاجات اللي انت عملتها دي آآ للاتنين الشير اللي انت عملتهم. وآآ يعني تكون بين ان انت تفرجت على الفيديو كامل وعملت له بس كل اللي عليك تعمله هتيجي هنا بعد ما تعمل الحاجات دي كلها هتيجي هنا تحط اللينك بتاع واللينكات بتاع البوستات اللي انت عملتها وهتبدأ تاخد الفلوس بتاعتك اول ما تصله هتدوس له هنا وهيبدأ يديك الفلوس بساعتك على طول. دي فكرة الموقع آآ اللي هو خلنا نخش على الموقع التاني ونشوف هو بيشتغل ازاي. الموقع التاني اسمه خلينا الاول نشرح التسجيل فيه علشان الناس اللي بيوقف معها التسجيل. رب يكون فاتح هو كمان ما يكونش افل زي الموقع التاني هتيجي هنا على زي ما انتو شايفين افتح لك انا بيقول لك حط اللي هنا اسمك الكامل وهنا الايميل والباسورد وهنا تحط او هتحط اسمك زي ما هو براحتك عايز تحط اسم مختصر في راحتك وهنا هتختار الدولة اللي انت فيها وهنا تعلم على دي آآ ان انا اجري يعني انا موافق على الشروط الاستخدام وهتقول له على سينب وهيبدأ يدخلك على طول ما بيستناش بقى ان الحساب بتاعك يتقبل ولا الكلام ده تدخل على طول وتبدأ شغل على الموقع وطريقة التسجيل هنا زي الموقع الاولاني ما فيهاش اي مشاكل آآ طريقة التسجيل واحدة. طيب خلينا نبدأ شغل على الموقع ونشوف الموقع ده هنشتغل عليه ازاي. الموقع اول ما هتفتحه يظهر لك بالوجهة دي. اللي بس بيحمل شوية. زي ما انتم شايفين فتح معنا بالوجهة دي. طيب آآ زي ما احنا عارفين آآ نفس الطريقة ونفس الشغل اللي هو هو اللي كان في الموقع التاني. هنا بيقول لك مسلا هتديك آآ هتفرج على آآ يوتيوب فيديو. آآ فيديو يوتيوب بتاخد خمسة سنت بعد ما تتفرج على الفيديو على طول. زي ما انتم شايفين انا عندي في الموقع آآ هنا تمانية وسبعين سنت آآ طبعا لو سجلت برضو من خلالي بيدي هدايا للناس. خلينا نخش مسلا على يوتيوب دي ونشوف احنا ممكن نشتغل ازاي في الموقع ده. هتدوس على اي عرض انت شايف انك تقدر تعمله. هنا بيقول لك البلاد اللي هو عايز منها المشاهدات. هنا بيقول لك البلاد هو عايز من مصر. آآ يعني لو انت برا مصر ما ينفعش تعملها. آآ لكن لو هنا جايب لك شرطة مش جايب اسم اي بلد يعني آآ العرضة يعني تقدر تعمله في اي آآ دولة انت فيها. فبالتالي هتيجي هنا بيقول لك. دي الحاجات اللي هو طالبها منك تعملها. يقول لك يقول لك انت لو عملت ده قبل كده ما تعملهوش تاني علشان ما ينفعش تعمله اكتر من مرة. يقول لك هنا هنا بيجيب لك آآ رابط فيه صورة للفيديو بتاعه. انت هتروح مسلا للرابط ده وهتقول له علشان تشوف الصورة بتاعة الفيديو بتاعه. زي ما انتم شايفين دي الصورة بتاعة الفيديو بتاعه. يقول لك دور على الفيديو اللي بالصورة دي. يقول لك اتفرج على الفيديو كامل. يقول لك انت مش لازم تفضل آآ آآ تتفرج عليه انت ممكن تتيب التاب كده مفتوحة وتقفل الصوت وتخليه في الخلفية وراء لحد ما الفيديو يخلص هو بس محتاج المشاهدة بتاعتك. هنا بيقول لك علشان يدفع لك الفلوس تدي له انك تفرجت على الفيديو كامل. وتبعت هالو هنا تقول له وترفع له وكده انت خد الفلوس بتاعتك. آآ من غير اي مشاكل. طيب عندنا ايه تاني في الموقع ده? عندنا هنا خلان خش نشوفها. هنا بيقول لك اللي انت خلصتها اللي انت خدت عليها فلوس ودي آآ الخلص دي اللي لسه آآ بتتراجع علشان يدفع لك الفلوس. وهنا لو انت عارض خدمة زي كده للناس وانت اللي هتدفع لهم. وهنا الوالد اللي هي المحفظة بتاعتك والفلوس بتاعتك وانت سحبت ايه الفلوس اللي جات لك والفلوس اللي خرجت من الموقع. آآ طبعا زي ما قلت لكم المواقع دي عايزة انك تشتغل عليها كويس وعايزة انك تصبر عليها دي نقطة. والنقطة التانية انك آآ تستمر في الشغل عليها لحد ما تجمع المبلغ اللي انت عايز. وزي ما قلت لك يا شباب المواقع دي لها استراتيجية تانية. لو عايزين الاستراتيجية دي تكسب منها اكتر من خمسين دولار او اكتر من مية دولار على حسب شغلك. وآآ يعني الاستراتيجية سهلة جدا. لو عايزين الاستراتيجية دي عشان الفيديو ده ما يطولش اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وقولوا لي ان انتو عايزينها وانا هنزلها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. وبكده شباب نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. يا ريت لو عجبكم الفيديو تدوسوا على زرار اللايك وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين علشان يوصل لكم الاستراتيجية التانية اللي قلت لكم عليها ويوصل لكم كل الاستراتيجيات الجديدة اللي هنزلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.